مساء الخير أغلب مشاكل الرجالة مع الستات إن الراجل لما يلاقي خطبته أو مراته بوزهر شبرين ويسألها مالك تفضل تقوله ماليش مفيش مع إن عندها كلام كتير جوا وبعد ما يسألها خمس تلاف مرة ويحلفها بحياة الغليل العايشين منهم والميتين تقوله في الآخر ما أنت لو مهتم كنت عرفت لوحدك أصل الاهتمام ما بيتطلبش ودي نفس مشكلة سارة بطل القصة حقيقة النهاردة اللي أزمتها مع الاهتمام خلتها تعيش أكتر من قصة حب كل قصة فيهم حصلت فيها تفاصيل مختلفة كلهم عكس بعض لدرجة إن سارة احترط في نفسها وفي الرجالة ما بقيتش عارفة فين الصح وفين الغلط طب إيه التفاصيل بقى اللي حصلت كلها عكس بعض وإزاي اللي اهتمام ده خلها تعيش أكتر من قصة حب وما فيش فايد وهل دي مشكلة سارة لوحدها ولا مشكلة ببنات كتير تعالوا نشوف سارة بعتت لنا تقول لنا إيه ونحاول نفهم قصتها من الأول اسمي سارة وعندي 28 سنة اتخطبت في حياتي تلت مرات اتنين منهم اتفركشوا والتالتة مهددة إنها تتفسخ عشان كده أنا ببعط لكم مشكلتي مشكلتي إن أنا مش عارفة إذا كنتوا بتؤمنوا بالأبراج ولا لا بس أنا بؤمن بيها جدا على أقل من ناحية الصفات والطباعة وأنا من موليد برج الميزان يعني البرج اللي لازم الكفتين فيه يكونوا متساويين وعلى قد ما بتدي من حب وجدعانة واهتمام لازم تاخد زي ما ديته زيادة بس خطيبي الأولاني اللي اتخطبت له وأنا عندي 19 سنة ما كانش كده خالص كانوا أخد على إنه ياخده بس أنا اللي بفتكر عيد ميلاده وعيد ميلاد مامته واخواته واجيب لكل واحد فيهم هداية لكن هو هو ما كانش بيركز في الحاجات دي خالص ما كانش بخيل وكان بيجيب لي هداية أنا وماما يمكن كمان هداية أغلى من اللي أنا كنت بجيبها بس هو كان بيعمل كده في المطلق على طول يعني يجيب هداية وخلاص من غير ما يركز بقى في الأيام والمناسبات والتفاصيل ما فيش مثلا كارتة عليه كلمتين مميزين أو يعملي مفاجأة أو يعدي علي بالعربية مثلا وياخدني ياخدني مكان ألاقي في زينة وصحابي وسيربرايز بارتي يقولي في كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي بمناسبة عيد ميلادك ما كانش عنده المسألة دي خالص ولما كنت أقوله فيها إيه فيها إيه لو خليت الهداية اللي بتجيبها دي مرتبطة بالمناسبات والأعياد عشان حتى يبقى ليها طعم مميز كان يرد يقول لي إيه هو أنا فاكر أنا كلت أمبرح أهم حاجة أني بحبك وعلاقتنا كويسة لكن مش أنا الرجل اللي يحفظ تواريخ ويعمل مفاجآت واتجودة ما ليش أنا في النحناحة ما بعرفش أعمل كده وكانت النتيجة أني كنت دايما لو يبوزي يمكن يحس على دمه ويفهم أنا متضايقة ليه لكن هو قوة الملاحظة عنده كانت رايحة في داهية لو ما كنتش أجبها له صريحة وأقوله أنا متضايقة من كذا وكذا كان مستحيل يفهم من نفسه لحد ما في مرة انفجر فيه وقال لي أنت كرهتيني في نفسي وفي الخطوبة والجواز وجنس البنات كله أنا ولك إني مرتبط بعيلة صغيرة كل شوية نكد وزعل وتركيز في أداء التفاصيل مع إني بعمل عشانك اللي ما فيش بنت تحلم به دي عيشة أتأثر العمر أسكت أنا بقى عالكلمتين دول وفضل أشيل وانكت في نفسي لحد ما يحصل لي حاجة أو يطق لي عرق لا والنبي ما تيجي والنبي ما تيجي يا سالي عنها وأمت فاتحة صوتي وجايباله الأديم والجديد ووراء أو ألم وكتب ورايا يا سيدك كل أنت نسيت عيد ملادي معرطين ما قلت ليش هابي فالنتينز داي في عيد الحب ولا خركتني في اليوم ده وجبت لي ده بدوب ما قلتش لماما كل سنة وانت طيبة في عيد الأم وما بتقولش أي تعليق لما بلبس فستان جديد مع إني بكون مشتريا مخصوص عشانك وفي المقابل أنا عارفة عنك كل حاجة بقى دق التفاصيلها لدرجة أني حفظة أنت بتاخد كم علاقة سكر في الشاي ونوع قهوتك إيه وبعدين ما أنت بتحفظ ليفر بول هيلعب إمتى باليوم والساعة والثانية وصلاح بقى جاب كان جون في الدوري الإنجليزي مجرد ما بنركب العربية ونبدأ نتحرك بيطلع لك قرونة استشعار بتقول لي سمع سمع اللي أنا سمعه وداني وداني لقى تصوت تقطع كده في العربية وحاجات كتير هناك بتلقطها لما تحب تركز لكن تيجي لحد عندي وتعمل فيها أنك عندك زهايمة ونقص تقول لي سندين يا بنتي أنا أصلي كبرت ومخيبة على قدي بعد الخنقة دي كل واحد فينا راح لحاله وقلت له بالسلامة والقلب ده عيلك يا بيبي هي نقصة حرق الدم نحنا ماشيين بالعلاج بس ماما ربنا يسمحها بقى فضلت تعيرني وتقول لي ضيعتي من إيدك شاب ما يتعوضش من مغيك البايزة ابقي وريني بقى هتعوضيه إزاي يا بايرة وفضلت تسخن كل العيلة عشان يعقلوني ويفهموني أني ما فيه ما كنتش زاو يعني أزودها وباق أوفر أوي كده وما أعملش كده تاني في حياتي اللي جاية عرفت أنهم حاولوا يتدخلوا عشان يصلحوا ما بيني وما بين خطيبي وهو رفض فقلت أحسن برضو هو الخسرون وبعد سنتين اتخطبت تاني لواحد أكبر مني بثمان سنين كانت زميلي في الشوال وقلت أحاول أكون هادية كده وتقيلة وافرت بوزي شوية بدل ما كنت بلوية على الفضياء والمليانة وما كدبش عليكم حسيت أن أنا نضغت شوية في السنتين دول بعد ما فسخت أول مر بس المصيبة أن خطيبي المراضي هو اللي كان بيهتم بزيادة كان عنده القدرة أنه يصهر يكلمني خمس ساعات من غير ما يزهق من الكلام والراغي لما اتتوب كتير وحس أني مش شايفة قدامي وأطلب منه أن احنا نقفل عشان ورانا بكرة شغل ونبقى نكمل كلامنا بعدين يزعل ويطقمس ويقول لي أنت مش مهتمة متخيلين؟ أنا بقى يتقلي أنت مش مهتمة وساعات تانية نعملي مفاجأة ويلاقي جاب تذكرتين سينما ويقول لي يالله نتغدى بارا وندخل السينما لما قوله طب ما قلتش ليهما الأول عشان أعمل حسابي يقول لي حبيت أعملها لك مفاجأة هو أنت ما فرحتيش ليه؟ ممكن يتخانق معايا ويعملها زعلة كبيرة لو اعتذرت له وقلت له أنا مرتبطة بحاجة مهمة أو كنت مرتفقة مع ماما هنروح لمشوار يقول لي أنا ولا ماما؟ ده مجنون ده ولا إيه؟ أكيد ماما طب وفضل على نفس استوانة الاهتمام الاهتمام ما بيتطلبش وانت ما بتحبنيش ومخصمك وزعلان منك وحاجك يجي تو خالص لحد ما زهقت وجبت آخرين وقلت له شوف يا حبيبي انت فعلا أكبر مني بتمان سنين بس شكلك تصخط بس شكلك تصخطت على قبر أو رجعت تاني لمرحلة سنوي شوف لك بنوتة كده بتكون لسه مخلصة إعدادي وعيش معها قصتك من البداية صدقني هتليه على بعض جدا إنما أنا لا صارة كتير كتير اللي بتعمليه ده طب وماما يا صارة قالتلك يا بايرة وانت عندك 19 سنة قلبت الدوني عليكي وقالت للعيلة عملت المرة دي تعالوا نكمل المرة دي ماما كانت هتروح فيها كان ناقص والله تعمل سوان تحت البيت ونقف ناخد العزم بس بصراحة أخوي و أختي وقفوا جنبي وقالوا لها دي ربنا نجدها دا دماغه صغيرة قوي كان ممكن يعمل في بنتك حاجة بنتك بنتك ولا الجواز يا ماما وطبعا ماما ردت عليهم قالت لهم الجواز طبعا ماما صريحة بصراحة كلام ماما دايقني و أثر في نفسيتي تقولش أنا مولودة فوق دماغها لذا وبناء عليه قررت إني هأجل خطوة الارتباط حبة حلوين بالعند فيها وفعلا قعدت أربع سنين اتقدم لي فيها ناس كتير و أنا زي الصنم سبت على موقفي و على كلمة واحدة مغدوش يا ماما مغدوش يا ماما تخيلوا بقى المباراة الكوميدي اللي كانت بيني وبين ماما حاجة ولا الأفلام أقسم بالله لحد ما وقعت على بوزي في حب إيات خطيبة الثالث و إن شاء الله يبقى الأخير ونتجوز بعد ما تحلوا مشكلتي أنا وقيت باختصار في مرحلة صعبة جدا من الارتباط بسبب إني غرقت لشوشتي في حبه وبقيت المرة دي أنا اللي بهتمي بي بزيادة سبحان الله محدش يعايب على حاجة ويفضل يتريق عليها غير لما تلف الأيام لفتها ويلاقي نفسه بيعمل نفس الحاجة اللي كان بيتعايب عليها أو بيعايب حد عليها تخيلوا بقيت ببعث له رسائل على الماسنجر والواتساب كل خمس دقائق شي كلم حب وأغاني وكوميكس ومامز ونوكت وزعل قوي نوو اتأخر في الرد علي حتى لو كان في الشغل بقيت أروح له شغله وقل له يلا نخرج نتفسح أو أجيب له دي من غير مناسبة وزعل قوي لو قال لي يا حبيبتي أنت كده بتصرفي كتير جدا وفعلا صعبان علي أنك بترهيقي نفسك ماديا وكفاية علي كلمة حلوة بدل من مصاريف دي كلها بدل ما استوعب كلامه اللي ببقى عارف ببقى عارف أنه عنده حقف لي بقلبها أمصة وزعل وقل له خلاص أنا غلطانة خسارة فيك حبي واسيبه وامشي لحد ما في مرة خفت ليكون بيتأخر علي في الرد في الرسائل عشان بيكلم حد تاني قررت أعمل هاك على الواتساب بتاعه وفعلا قعدت تشقلب وعملت قردة بس ما عرفتش فقلت إيه أجرب في الماسنجر وفعلا عرفت أخمن باسويد الفيسبوك بتاعه فتحت الأكاونت دخلت على الماسنجر شفته بيكلمين طلع مظلوم ومحترم وفعلا كلامه قليل مع الناس بس المصيبة إن جاله نوتفكيشن إن الأكاونت بتاعه اتفتح من على جهاز تاني في منطقة السكن بتاعتي فجأة لقيته عندي في البيت وبيقولي هسألك سؤال واحد إنتي اللي فتحت الفيسبوك بتاعي يا سارة أماسك موبايله ومورني الناتفكيشن اللي جات له وقال لي إنتي اللي عملتي كده زي الغبية تنحت وقعت بالثانية وقلت له أيوة أنا لإني كنت حاسة بالزنب لإني ظلمته وظنيت فيه بدل ما يقدر حبي لي واهتمامي وصرحتي قلب علي وقال لي إحنا محتاجين نوقف كل حاجة وندرس الموضوع ده من الأول وجديد إحنا لسه على البر محتاجين ما نتصرعش بدل ما نتجوز ونخلي حياة بعض الجحيم وبقاله فترة مختفي ما بيردش على تليفوناتي نهائي مش عارفة وصله وطبعا أنت متخيلين لو حكيت لماما هتعمل فيه إيه بجد المرة دي لو خسرته مش هيبقى موضوعه عادة زي الخطوب طين اللي فاته أنا فعلا بحبه جدا مش ممكن أتخيل حياتي من غيره وخايفة جدا ليسبني وأخسر حب عمري قولولي أعمل إيه خلصت رسالة سار من أول مرة عبقى شايلة هم اتنين في قصة حقيقة هم سارة صاحبة القصة وهمة مامتها بجد يا سارة مامتك صعبون علي يعني بتفكرني بكل أمهات مش أمي بس يعني الظاهر أن كل ما كانت الأم بتحب بنتها ونفسها تطمن عليها تشوفها مع حد بنحلال كويس ويصنها كل ما شالت همها بزيادة وشالت مشاكل كتير قوي طب صارة بقى مشكلتها الحقيقية فين هل في إنها مش عارفة هي عايزة إيه يعني ساعات تهتم بزيادة وساعات تانية لما حد يهتم بيها زي ما كان بتتمنى تقوم تقلب الترابيزة وتتخنق من اهتمامه وأفعله ولا مشكلتها في إنها بترتبط وهي لسه مش نوجة كفاية ما عنداش نضج ومش عارفة يعني ارتباطه وجواز ولا في بقى عندها غيرة مرضية وظهر الموضوع ده بزيادة بعد خطبتها الأخير طب هتتصرف إزاي مع خطبها بعد ما عارف إنها ادخلت وعملت حاك على الفيسبوك بتاعه عارف إنها عايزة ترقبه وبترقبه طب تفتكروا ممكن يسيبها رغم كل الحب اللي بتحبه وقوله ده طب المفروض بقى هي تتصرف إزاي دلوقتي عشان تلحق تنقذ الموقف طب لو أنقذته إزاي ممكن تعيش في سعادة وتبقى حياتها مستقرة ويبتعمل التصرفات دي هي التصرفات دي طبيعية ولا لا هو الاهتمام بيتطلب ولا ما بيتطلبش أسئلة كتير قوي قوي في حكايتك يا صار هنحاول نرد عليها بس إستنونا بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن الاهتمام في الحب في بنات بتشوف أن الاهتمام أفعيل وتصرفات مش صهر وكلام طول الليل في الموبايل وفي بنات تانية بتشوف أن الاهتمام يعني أنه حبيبها يفضل على تواصل معها طول الوقت ما يغيبش عنها أبدا لازم يبقى حافز عيد ميلادها عيد ميلاد مامتها بتاخد كم علاقة سكر في الشاي وفيه كمان بقى اللي بتشوف أن الاهتمام يعني حبيبها يكون ساحر يبوصلها البصة من دول يفهم لوحده هي عايزة تقول إيه وإيه اللي مزعالها من غير ما تقوله صارة بطل القصة حقيقة النهاردة مشكلتها إنها كل دول في بعض صارة اتخطبت ثلاث مرات سابت خطبها الأولاني عشان مش بيركز في التفاصيل سابت خطبها التاني عشان بيهتم بيها بزياد ودلوقتي خطبتها التالتة مهددة إنها تتفسخ عشان مهتمة بيه ومحاصرة بزيادة قوي لدرجة إن هي عملت هاك على الفيسبوك أكاونت بتاعه عشان تعرف بيكلم مين وخطبها لما عرف قال لها إحنا محتاجين نفكر من أول وجديد محتاجين نقايم العلاقة دي بدل ما نتعب بعد بقى له فترة مختفي ما بيردش عليها خالص هي بعتت لنا محتاجة حل وعشان كده مننورنا ومشرفنا النهاردة دكتور كريم درويش استشاري الطب النفسي عشان نعرف هنعمل إيه إزايك يا دكتور أهلا بيك أخبار حضرتك إيه الحمد لله تسلم دكتور إيه رايك في موضوع الأبراج اللي الناس بتحدد عليه حياتها هو موضوع الأبراج السلوك الإنساني أو البيئة اللي نشأ فيها أو كده بالضبط فنلاقي فيه اختلافات كبيرة ونلاقي إن حتى الأبراج لو أنا مولود في برج الكذا وعايش في مصر غير ما بقى مولود في برج كذا وعايش في أمريكا اختلافاتنا الثقافية والفكريات مختلفة جدا ولكن هو أصبح الموضوع مضلل قوي يعني أصبح الحكاية إن أنا عندي بعض الأخطاء في شخصيتي فاعتماديتي على إن أنا أقول إن بجيبها في البرج يعني في البلد هي برجي هي برجي سوريا يا جماعة عصبيتي أصلا برج الأسد الضبط أن العصبية دي هي المشكلة دي مشكلة لازم نحلها لأنها بتخسرك كتير أو التقلبات المزاجية العالية فنقول لك أصلا عندي تقلبات مزاجية كتيرة ومودي بيتقلب لأن أنا برجي الجوزاء جوزاء عني شخصيتين في بعض أه لا هو مش كده هو أنت متناقض شوية محتاج تفك التناقض ده وأفكارك عكس بعضها فمحتاج تهدى شوية وتفكر بشكل نابج فهي بقت الموضوع مش إن أنا عندي برجي إيه نا الموضوع إن اعتماديتي إن أنا معتمد على إن كل صفة عندي مش خطأي وكل صفة كويسة عندي مش مستي طب دكتور في حاجة باقي لما أنت عمل حركت الكلمة على الصفات وكده ممكن تكون في حاجة مشتركة مش هقول برضو مش عمم بس أغلبية البنات ليه لما حدي بيسألنا مالك ما مضرداش نقول ولقول ما فيش هو ده في حاجتين بقى مهمين أول حاجة هو التنشئة إن إحنا بنربي في المجتمع البنات على الاعتمادية يعني ما خليهمش معتمدين على نفسه بدلين الموضوع ده مش مشهور قوي بره يعني يعني بره لما الست يسألها مالك تجاوب من أول مرة معقول كده والمجهود ده كله يزيع آآآ وكمان وبزكاة شوية يعني حتى تبقى مستبصرة وشايفة جواها إيه يعني وتقول في حاجات كده آآ فهي الفكرة إن إحنا بنربي البنت على إيه بقى بنربي البنت دايما إنه إن شاء الله لما هيجي جوزك ونشوفك بالطرحة البيضة ونشوفك في المكوشة دايما يقولك يا رب تفرح بقى وتشوف عروسة وشوفك عروسة فكده ده ده النجاح بتاعك كابينة طيب عايزة روح مش عارفة إيه واسافر فين شاء الله بقى لما هيجي جوزك وي 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 فده بيتنقل إن الاعتمادية تبقى كمان في الاستقرار النفسي في المشاعر أنا متضايقة أنا غضبانة فأنا معتمد على هذا الشخص إنه يعيد لي استقرار النفسي لقى دكتور مولا ومهتمك أنا عارف لوحده ده أول حاجة بقى يعني كمان حتى وانا زعلانة محتاجة إيه؟ إنه هو يعرف يا ليه رجلة بتخني من الكلمة ديها فكرة مهدام ممكن تكون حقيقية ده بالعكس ده هو الموضوع صعب بيصعب الموضوع الرجلة جدا ليه بقى لأنه نبيعرفش يقرأ عقلها ليه الاهتمام بيتطلب طيب أو ما بيتطلبش يطلب طبعا يعني الاهتمام ما بيتطلبش بس أنا هطلبه ولا الاهتمام بيتطلب لا الاهتمام بيتطلب القعدة في الاهتمام إنه بيتطلب وبيطلب بالتفاصيل يعني لو سمحت أنا عايزك تهتمي بي النهاردة وتخرجني الساعة سبعة توديني السينما طبعا وعايزك كمان لما هتجيب لي ورد أنا بنبسط قوي بالورد اللي لونه أحمر مين اللي بيرايح أكتر يعني مين مفروض يريح التاني أكتر يعني الراجل أو ست ولا تقصوه دي ده سؤال ده في صغر بالعكس الاتنين مسؤولين بالعكس أقول لك مش الراجل هو القائد مش بزبط مش هو القائد في العلاقة وهو ليتر وهو قائد في البيت بؤال يراح مش بقل لي حاجة مدي الكلمة اللي بنقولها علشان نفقد الست المسؤولية لأ لأ عشان نسكتوا ونصليه ويسمع الكلام ما تقولش كدا ما تقولش إحنا نفقد مسؤولية شاي لها مسؤولية كلها هي المشاركة اللي علاقة فيها مشاركة ومسؤولية من الطرفين في كل حاجة طبعا لما بيجي لي حد لما بيجي لي ست في العازة وتقول لي أنا مضايقة بيبقى في مقاومة وهقولك ليه المقاومة بتكون موجودة علشان احنا مربين الراجل عكس الست ان انت راجل ما ينفعش تطلب مساعدة ما ينفعش تبقى ضعيف حاجة ما تظهرش قوعة تعيط ما تظهرش جلبة تعيط ما ينفعش بقى فيت غلطة عكس الست الست اللي قول لها ايه لا ده انت مكسورة الجناح ولو البنت يا بنتي قوتك في ضعفك عياتي عياتي وهي دي مشكلة انه انت عملت رب لتن عكس بعض فتلاقي الست جات والراجل بيقوم قوي او حتى يعني يعني العشرين في المية او العشرة في المية لما بيجي للراجل اقوله نفس الكلام هاتي الست علشان كمان نتعالج نعمل علاج زواجي للاتنين محتاجين نتكلم طبع انت بقى لو هنتكلم نهاردة على صارة يا دكتور ايه كفل بيحصل ده صارة طفلة تمانية وعشرين سنة ومازالت طفلة ليه انا شايف ان مظلومة في كزا حاجة مظلومة في التنشئة زي كل البيت والاستعجال في حاجة تانية ما بنفاهماش للناس في العلاقات ان الناس ما بتتغيرش يعني ايه الناس ما بتتغيرش انا لو انا مثلا جوزي عايز يغيرني مش اتغير اه ما يعتمدش على كده ولا حضرتك تعتمدي على كده الفكرة فين بقى الفكرة انه للأسف الشديد بيحصل ايه انا متضايق منك فانك انت مثلا بما تتعصب حلو فهو يعمل ايه بقى يقولها طب انا اوعدك ان انا من بكرة هتغير وابقى هادي ييجي بكرة بكرة ايه ييجي بعدها بساعتين تقصى المشكلة قد كده فيتعصب ويداهم انت ما تغيرش فهنا المشكلة انه كل واحد فيهم فاكر انه لمجرد انه بيحب الاخر هيعرف تغير هيبقى عنده القدرة الانسانية انه يتغير بهذه السرعة الدافع كويس الدافع ان انا اتغير ده شيء كويس ويساعدني على المضى الطويل انما الصفات الانسانية فيها ثبات عالي تبقى صعب التغير فيها طيب ده بنقوله ليه بنقوله علشان احنا البني ادمين عاملين زي البكتجي كده لو خدتني انت هتاخدني كده عشان الجملة التانية اللي بنسمحها دايما بقى ما هو بقى ربنا هيهديه بعد الجواز ما هو عايزين يجوزه عشان الولد بدأ يبقى طبعه صعب وبدأ يعمل حجات مشاكل كثير يا طمط مثلا يعني هم بيقولوا اي يا طمطي ده بيتعصب كتير فتقولها ده بعد الجواز هيهدى وهيبقى زال فل كدبت علينا والله العظم يعني عايزة ما يتجوز طبعا او العكس هي بقى ايه تقولها يقولها يا طمطي تتعصب علي او حاجة ما متها بقى ما تهدى بعد الجواز فتقولها بعد الجواز هترسم كلنا كوك هتتهدف الجواز فدي مشكلة كبيرة لأ طبعا لما هتشوف الشخصية دي بأمارة ايها تتغير بعد الجواز إلا هيحصل يعني بعد الجواز فتتغير اي حاجة بقى او الغيرة او غير او هو فكرة ايه ان هو بيبص البنات كتير او يعني يعني متعدد العلاقات فيقولولها بقى بقى هم بعد الجواز هيركز بقى وربوتيب العين نا بس لو احنا منتكلم مثلا انه ميشي بعد الجواز يركزوا كده في حاجة صار قالتها عجبتني يعني بتقولك هو بيسمع صوت طقطقط العربية وما يسمعش مثلا دقات قلبي او انا محتاجة ايه او يسمع ان انا بتناهدوا متعصابة او رجالة مش بتركز في التفاصيل تفاصيل معينة ايه بقى يعني ايه لي في دماغهم بقى احنا عايزين نعرف الشغل هو الراجل والست من زمان قوي معمولين او ربنا خلقهم عشان يهتموا بايه الراجل ربنا خلقوا بصفات شخصيته عشان يهتم بالعائلة ورعايتها او بالعائلة واقع عاشتها مش هقول رعايتها الستة هتم بالناس يعني تبقى طول الوقت مركزة مع ابنها ومع جزء الرعاية نفسها وتفاصيل ابنها مش معنى الستة تركز اكتر من الرجل يعني مش بتركز مش كده هو بكله حسنين بيركز في حتة هو بيركز في تفاصيل شغل يعني هي تقولك ايه هو بيركز في شغله قوي مهتمة بعربيته وفي الكرة وفي العربيات وكذا حاجة ايه بالضبط هو بيركز في كام حاجة بس مش بيركز في الصفات دي في الصفات بتاعت الناس مش بيركز مع الناس الستة ربنا خالق عاشت كده المنقل الرجل شايف دهوية داخلة بوصلت لي بول تحت ازاي وكذا مش شايفة خالص والله العظيم اه طبعا يعني ما بقاش عمل له بيعمل كعشن ما اخدش بالي هو مش قادر يعمل كده ما يقدرش وبعدين تيجي تقوله ايه بقى تيجي تقوله الجملة تقوله طب مش انت بتركز فيما تشاط الكورة وبتركز في شغلك ده انت الرجل في شغلك لما قال لك كذا فتكرت له كلمة من اسبوعين ثلاثة قال هالك فهو يحس ان هو فعلا ايه ده ده انا بركز في شغلي ده انا بنقادم وحش كده مش مركز معاه فعلا ايه لما البنت قالت لها لأ هو مخه وربنا خلقه ما يعرفش يركز مع الناس ده كان يعرف يحب واحدة واثنين وثلاثة وعشر دي بقى المضاعفات ايه لا ده احنا نشوف العلاج بسرعة مضاعفات ايه دكتور العلاقة هي اللي حصل ايه بقى لما قالت صارة لو لقيت في الكلمة ده حلعات لوية بوزي بعض لوية بوزي كتير اه او رجلة بتكرر لوية البوز اه طبعا لان لوية البوز دي بقت ايه بقت نداء للاهتمام اللي انا مش هقوله يعني ان دلوقتي مش هقولك انا مالي ومش هقولك ان عيد ميلادي انا عايزة فيه اه وردة او ورد احمر وابيض ماشي بس هبينها لك وهقولك ان فيه حاجة نقصة بس هقولها لك ازاي برضو ازاي بلوية بوزي امور عدد تحقل الحل وانا بطبخ مش هبقى بقى ما اقولها بكلمة عدية ما اقوله انا عايزة وردة احمر وابيض وحشة طعمها وحش هي دي مشكلة الكبيرة لما بتقولها بتبقى نقصة كده وحشة وحشة هي دي مشكلة الكبيرة انه برغم ان انا قلتها واقول لحضرتك حاجة يعني انا تلوقتي لو قلت لحد انه انا محتاج الوقت او بنبسط بالورد الاحمر والابيض ومش عارفة ايه واجيه بعد يومين راح عمل مجهود وراح جاب الورد واختار الورد اللي انا بحبه والاحمر والابيض ده حلو اهو في سيربرايز فيه فيه مجهود بالضبط بس بدل ما اعايزة ترضى والشاعة حلو مبتسم 24 ساعة حتى لو هم دايقا بس في الاول بقى ايه اللي حصل انا قلت يعني قلت تفصيلة اللي انا بحبها بعد ما قلتها هو هيعمل مجهود ويعمل كده طب لو قلنا مرة وفضط لنا نقول كل مرة ده مش ده موتقيل طبعا طبعا مش زودتها بقى بالضبط فهي حصل بقى ايه يعني قلت كم مرة مرة واحدة حلوة واقول مرة واحدة انا بحبش الورد اه انا بحبش الورد هتشاورم بالضبط ولقوا الرجالة كده فهي تقول له ايه ده انا بجيبلك ورد وشوكولاتة وبتاع فلنام انا ما بحبش الحاجات دي انا بحب اكل حلو اه برابا عليه رجل عام فهو قال خلاص فهي تفضل مصرة لأ ده الورد هو اللي احلى وهو الرومانسي وهو الجميل ايوا بس هو بالنسبالك هو الجميل وحلو اه يعني كل طرف في العلاقة مش زي ما صارها بتعمل انه انا عايز اخنقه واحبه بطريقتي بطريقتي احبه بطريقته هو هو بيحب الورد هاتي له ورد بالضبط اه هو بيحب كزا نعمل كزا هي بيحب كزا يسارة بتخنق بالضبط بتهجم ومش بتحب يعني هي مش بتحب اياد ولا التلاتة كلهم على بعض ولا اياد اه مش اياد التالت ايوا ليه لانه هو الحب في عقل ده مش حب يعني ايه الحب في عقل يا دكتور يعني العلاقات اللي احنا بنفهمه من العلاقات او بنشوفه في مجتمعنا والمفاهيم اللي مش واللي حرك بتتكلم زي المجتمع يكون ظروفه مناسبة فانا بحبه بعقلي الاول بعد كده بقال اللي اتنين ماينفعش اما فيه حب ظروفه مش مناسبة ومستمر وده غلط يا عمي ليه يا دكتور انت جدت بوضنا بنسبق هقوللي ده الناس بس كبان ما هو ما هو دي فكرة دلوقتي العلاقات احنا بنحاول بنحاول تكون مريح علينا قدر الامكان واللي اتنين اللي بيحبوا بعض بيحبوا بعض عشان يتعبوا ويفضلوا يتعذبوا ولا عشان يبقوا منتجين اكتر بالعكس عشان يبقوا منتجين اكتر ومنتحين اكتر حلو جدا فانا دلوقتي حبيت حد الحد ده خلصت اقلمنا على بعض وظروفنا مناسبة لبعض حلو جدا هنبقى منتجين ان شاء الله مع بعض او حتى في الخناءات برضو شكرا لك مفيش علاقة في الدنيا حتى افضلها مفيهاش خلافات واخناءات واختلافات بيننا وبين بعض بس خناءة توصل للتجسس على بعض انه احترق او اعمل هاك ليه هو ده بقى ده غيرة مرضية بالزبط والفكرة بقى ان الحب هو ده السلوك ده التجسسي ده ايه اللي ساقوه وايه اللي قادو مشاعر كتير بس فيه طرف يا دكتور ممكن ما بيكلمش كتير فالطرف اللي قدوه ممكن يتشك حكته من وراه ده غلط طبعا غلط هم بيكلمش كتير بطبع عايز تعرفي عنه زي ما هي عايز تعرفه وبيعمل ايه اقولك حاجة بالغلطة اللي في الاول ايه ابلتوا ليه كده مش احنا قلنا في الاول من شوية محدش بيتغير ااا ابلتوا ليه كده هي دي الفكرة هو بيبص البنات كتير بار طب هو كان في الخطوبة بيعمل ايه بيبص البنات كتير بار طب اخدت لي ما انا قلت بعد الجواز هيبقى كويس بقى وعدني بس هو فيه برايفسي بين الازواج او المخطوبين طبعا يعني هو عادي لو هي مش عادي نية تفتح الماسنجر بتاعه او الفيسبوك لا ايه لا هيحصل لو فتحنا فيسبوك بتاع بعض ايه لا هيحصل الخصوصية مطلوبة جدا والاسرار مكفولة حتى في علاقة الازواج ليه يبقى بنا اسرار وحنا بنا في سرير واحد الانسان بيحتاج ده حتى في اعمق اعمق نفسه ليه بيحتاج يغطي نفسه ما فيش انسان في الدنيا يعني ما عدا في العلاج بقى يعني في العلاج النفسي بنحاول نخترق القعدة دي شوية انما ما فيش انسان في الدنيا بيعيش متطمن وآمن وهو خليني اقولي الكلمة دي مجازا متعري نفسيا خالص كده وبين كل نقطة اللي حتى هو مش حابب يوريها للطرف الآخر عشان حتى تخترق المساحة الخاصة بتاعته او خصوصية طبعا اصرار مكفولة وبلا عكس لو تعالي نتخيل العكس حصل هو شك فيها ان هي ما بترد لا كنا هنقول مرضي بس عارف ليه لانه راجل دايما ليه الابر هاند لو هو ليه دايما اليد العليا في العلاقة هو اللي بيطلق وهو اللي بيمشي العلاقة وهو اللي بيصرف وهو القائد زي ما احنا بنقول فكنا هنخاف من الراجل اكتر لما ستة تعمل كده يا عم طايشة يا ببكر تاتيع ده بكر العل تهده شفت ان المنظومة من الاول فيها حاجات كتيرة محتاجة يعني تتهز شوية هو الراجل اللي القائد في العلاقة مش معنى يعني بس ستة بتاخد قرارات في البيت ولا حتى اقولك على حاجة لما ييجو في البيت بس المركب الليها ريسين تغرق هي مش كل ما هو مش قرارات في نفس الحاجة يعني اقولك لما ايه يعني هو بيفهم في كذا فانا همشي ورا في كذا بيحصل فانا بفهم في كذا اكتر فبعد اذنك خلينا نماشي الحد وده بيحصل في البيت العادي يعني فيه في الاكل والمشعار في ايه اقول لها ما اختاري اللي تعملي اي حاجة اعمل اللي تعمليه ما هو ليه ما هي دي القائد هي اختاري اللي انت عايزها هو دائما كله بالاتفاق يعني هم لو قسموا لو حتى لمصرة التجوز لو قسمنا انه حد يبقى ليدر هنا حد يبقى ليدر هنا المركب تمشي ويبقى لاتنين مرضيين ويحسوا انه دي ساتسفايد من جوه او مرضي من جوه والعلاقة تبقى كويسة وده التفاوض جوه العلاقة لما بتحصل مشاكل يقول لك ايه انا ما ينفعش اتنازل يقول له ليه ما تنفعش اتنازل يعني ما تتنازل مش انت بتقدر تتنازل في العلاقة دي اه في دي اه يعني ما خلص دي بتاعتك حدتك اه او حتى اتخنقنا مع بعض وهي غلطت في حاجة وانت قطر تتنازل يعني ليه ما تتنازلش فيقول لي ما انا لو اتنازلت بقى كده غلط ليه الغلط او لو اتنازلت هي هتركب رأيها على طوله طيب هي ايه مين قالها بالضبط مين قالها سيئة فألاقي الناس ايه بقى الاحسن حاجة فيقول لي هو حصلت مشكلة كده فايه وهي كانت عيلة فيها شوي فانا عدتها فبعد ما هدينا هي عرفت ان انا عدتها فما تكلمناش خلاص فلما حصل مشكلة تانية انا كنت غلطان فيها بيقول لي حصل هي عدتها لي طب عدتها له ليه عشان هو عدته عشان فيه رصيب طبعا هي دي الفكرة العلاقات مش مريحة بطبعها يعني احنا بنعمل طبعا طب فلنا تنازل قد ايه يعني لو قبل الجواز بنتنازل قد ايه بعد الجواز بنتنازل قد ايه اوه في العلاقات بشكل عام احنا ممكن نتنازل ونتفاوض طول ما المفاوض انا بشبه العلاقات بالتجارة طول ما اللي قدامك بيضحي ويستاهل بالزبط يعني لو اللي قدامي شايفاه صاين واخب باله مني وبيعمل وبيمتصق هذا بي هاجي على نفسي يا وين معلش خلاص الرجل طائر عندي طاقة عامل كده يعني انا لوه بيقافلي على الواحدة لا اقصب لما متنازل ويلا خلينا احنا الاتنين يعني اباحزب انا بتنازل نازلت المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها والمرة اللي قبلها بس هو ما بيديش حاجة ما هي عمل زي التجارة انا في التجارة بدي منتج وبياخد حاجة في العلاقات بعمل كده بس حاجات معنوية بقى ارجوك اي وعيز الموصفات العلاقة السليمة عشان ما نوصرش لمعدلات الطلاق اللي بقينا وصل يعني هقول بس كلمة للرجالة انه بعد اذنكم بلاش غرور في الخطأ ده مبدأ ايه تمادة اه بلاش اه طبعا طبعا تمادي بقى يعد يتمادي هو النوضوع مش مستاهل خالص بالعكس يعني الغرور في الخطأ هو هيودينا لسكة انه في الاخرى ما نفصل او نمشي او ما ننفعش العلاقة ما بيننا او ايا كان حتى لو انا مش غلطان عدم الغرور في ده والتواضع في الحتة دي والمساعدة والتعاون هيوصلنا لحاجة طب حتى لو انا مش غلطان يعني الرجل ييجي يقولك انا مش غلطان انا مالي هي عندها اكتئاب ما تشوف عندها ايه انا مالي فاقوله طب حتى لو انت مش غلطان ولسه ما شفناش المشكلة لو احنا قعدنا مع بعض واتكلمنا وطفاوضنا سوا هنوصل لحاجة طيب لو انت فضلت كده احنا في الاخر هنوصل لحاجة سوا حتى لو انت مش غلطان برضه فنوصل لحاجة فبقوله كل الرجالة بعد اذنكم بس بلاش غروف الخطأ في الحتة دي عشان نساعد العائلة ده رقم واحد طيب في العلاقات بقى لو احنا عايزين نتكلم على حاجة اولا اولا بعد اذنكم ما تعتمدوش على تغير الانسان الطرف الآخر في العلاقة يعني هو كده انا هعتمد على ان باقت عمرنا هنبقى كده يعني اعتمد انه انا شايف عيوبه ومتقبلها صب وهعرف اتعايش معاها بس هاجي في حاجات اقوله بس بقى ممكن كفاية بس هقول لها شكرا لك على الحتة دي ييجي يقولولي طب انت شاف يا دكتور من اللي احنا قلناه الطرف الآخر اللي احنا حكينا لك عنه ده كويس ولا وحش انت اللي عارفه كويس بلأ انا عارف عايش مع الدب ومعرفش عايش مع قطة صب اقول لهم طيب هقول لكم قاعدة بسيطة المميزات اللي في الشخصية مش هنبص لها كده كده اي حد يقدر يعيش مع المميزات احنا هنبص للعيوب لو نقدر نتحملها على المدى الطويل يبقى نكمل الفكرة فين بقى هنا كل البنات اللي بيجي لي او الرجال يقولي هو فيه عيوب بس احنا عارفين نتحملها بس خلاص عايش بس هو عارف تحملها على المدى القصير فترة الخطوبة شهرين 3-4-5 لا بس في حاجة تانية يا دكتور لو ركزت فيها على قد ما هو فيه عيوب فيه مميزات بمعنى ان لو شفت المميزات اكتر من عيوبه هقولك خلاص هتحملها فوريفر يعني انا عايزة راجل مثلا مش بتاع بنات فسواني مش بتاع بنات ده مش هيكون عنده علاقات متعددة فممكن يكون قليل خبرة فانا مش مبسوطة معي قوي لما بيدلعنيش بالطريقة اللي انا بشوفها في الافلام والمسلسلات او عايزها لو انا عايزة راجل بتاع بنات فهي دلعني بالطريقة اللي انا بحبها وهيبقى رومانسي وهيخرجني ويقول كلمتين حلوين بس نفس الوقت انا اتدورت وشي يعني انا لازم معود اوزنها صح طبعا والعيوب ما فيهاش كتالوج بمعنى فيه ناس انفصلوا عشان مجرد العصبية او ان هو بيتكلم بطريقة معينة وفيه ناس حصلت منهم اخطاء كبيرة اوي وما انفصلوش ليه العيوب ما اثرتش عليهم اوي يعني ايه فتقولي طب العيوب او هي مدية اكتر يا دكتور هي مدية كتير مدية حب وبنية ثقة وبنية حنان وبنية امه واقتو اخطي و اوي في الاخر عصبي اقولك بس آه بس دي محلولة عيال بالقط بس هي الفكرة فين بقى العيوب دي شخصية يعني ايه انا بتدائق من دي غيري اللي جنبي ما بيتدائقش من الحكاية اللي انا بقولها عندما بيتدائقش من الحاجة اللي انا بقولها اا فايه فالمهم انا المقياس انا اللقيس انا بتتدائق من الحكاية دي والحكاية دي مش هتحملها على المدى الطويل. بلاش بقى أخد نصيحة صاحبتي. ولا الأمهات يعني ما أخدش نصيحة. أنا عايزة أسمع بقى يعني كلمة أخيرة كده للأهالي. اللي تيجي تقول لها ده أنت اللي غلطانة وانت وانت يا بيرة وانت 19 سال. طبعا. فتسبب في الضغط في الآخر أنها تختار أي حد. أنا هاختم بدي. أهم حاجة للأهالي خبرتكم مطلوبة. حكمتكم مطلوبة. ولكن نصائحكم أربوكم ما تبقاش نبعة من الخوف. بمعنى. ما تقبليه يا بنتي ده كويس وحلو وجميل ولزيز وكل حاجة. هو مش حلو ولا جميل ولا لزيز ولا حاجة. بس الأمه عايزة إيه؟ البنت تتجوز وخلاص. يا عمه عايزين نسطر. لأن احنا مش بقي الله. احنا مش قاعدين طول العمر. لكن هي لما تبقى مطلقة معها يالو عدل وحدها وما يكونوا فرحانين بيه. فجأة أقول لهم طب معلش هو لو تتجوزت حد مش مناسب واتطلقته معها طفل. لو مش حاجة توصل لضرب وحاجاته ما هو جوزك. ما أنت برضو اللي بتنرفزيه. ما هو أنت بتعملي كده. تخيل نسمعها برضو عادي رسالة. فالنصيحة تطلع منين بقى. تطلع من خوف. وقلق مش حتى على البنت. ده على مستقبلها وعلى نظرة المجتمع ليها. فطبعا تبقى نصيحة مشوهة خالص وعملة زي. اه بليه ده حلو. لا ازبوري على الضرب ده كويس. لا ما هو أنت لنرفستيه. يعني يا دكتور رأي حرك بقى في الآخر انه أهم حاجة وانا بختار أحط العيوب قدامي عشان العقل لازم يحكم. يعني حرك حتى قلت نصارة في الثلاث علاقات ما كانش فيها عقل. ويمكن ده لمدايق الدكتور. يقول ان احنا لازم يكون في عقل وقلب وكافتين يبقى أدى بعض يا دكتور. لازم لازم. لازم 50-50. طبعا. طبعا. ده ساعة أقول للناس خلي عقلك يشتغل الأول. لو قال اوكي كمل باب القلب. يعني اطلع من القلب وشوف شكلها. شوف بيئتها. شوف حياتها. شوف طريقتها. شوف شغلها. شوف كل حاجة. وبعد كده قيم. بعدك يقول أنا بحبها. محبوب جدا. فلو أنا قدرت أتحمل إلى يوب يبقى خلاص. طبعا. هو عيب سارة في خطبها ولا فيها؟ لا هي في الثلاثة يعني أبوز حتى أقول لك عيب سارة حتى السؤال مش قد يطلع يا سارة. والله حاولت. في الثلاثة. هو في الثلاثة اللعب فيها طبعا. في الثلاثة. طبعا الخطوبة الأخرى ندي هتنجح ولا لا؟ لو قبل اعتذارها. هو هيقبل ولا لا؟ المتوقع من اللي أنا شايفه يعني أنه يقبل. أصلا. كان عايز يسيبها. كان عمل حاجات تانية. وهو متعقل في شخصيته وهي بتحكي. المتوقع والاحتمالات أكتر مع أنه يقبل اعتذارها. صح. الحاجة الوحيدة. إنه لو هيبقى طول الوقت. مش حزز بالأمان قوي لغاية هي ما تديه له الثقة دي. تطمن. لطول الوقت هم يستني أن هي هتتجسس على خصيته. هتقطع. فهي بقى مش آمن. لغاية ما هي تبدأ تطمنه. فهياخده وقت. وهي لازم تصبر وتصلح الخطأ. ولكن المتوقع أنه ما يكمل. أنا بشكرك ونورتيني. مرسي يا دكتور كريم جدا. شكرا لك. استنونا بعد الفاصل. لسه يا صارة في كلام كتير قوي. محتاجين نتكلم وسأه. استنونا. في مقولة بتقول من الحب ما قتل. زي بالضبط فكرة ايه؟ الدبة اللي من كتر حبها لصاحبها ضربته على دماغه بحجر خلاص عشان تهيش الدبانة من على راسه. لما اكتشفت أن دك كان تصرف غلط وكان اكتشفها متأخر قوي ومات. مستحيل يرجع تاني. فدايما بنقول لك ايه؟ لما حد يحب حد قوي يقول لك ايه؟ الدبة اللي قتلت صاحبها ما تموتهوش. ده ملخص بقى ايه؟ مشكلتك يا سرسورة من وجهة نظري. انتي بتتخطبي بس مش عارفة يعني ايه حب وارتباط. ايه تصرفات السليمة اللي مفروض تتعامل في اي علاقة عاطفية بين اتنين. مرحلة الخطوبة اللي هما بيدرسوا بعد فيها كويس قوي. فأول الخطوبة بقى كنت ايه؟ لسه صغير. او الوحدة دي ها؟ عدناها. كنتي 19 سنة. سنك صغير جدا. ده مش سن خطوبة يعني. واضح من كلامك انه خطيبك كان اكبر منك شوية في السن. ممكن يكون كنناضج عنك طبعا بكتير. غالبا كده هو ممكن يكون كنمنباهر بشكلك انه لسه صغنانة. قلبه يرتبط ببنت جميلة وامورة وربيها على ايدي. زي ما بنسمع كتير اليومين دول. وطبعا هو كمان غلطان. ما ننكرش. كويس ان السن الصغير ده ليه ضربته. بس انت بعارف كده. انت هتخدها صغيرة هتربيها. هتدفع تمن حياة كتير. زي ما الوحدة بتبقى صغيرة كده بتتربع على قدين اهلها. فيعودوا يستحملوا. لتكبر بابوها ياخد باله منها. ماموتها بتعاني في تربيتها. بيعودوا يكبروهم ويعلموهم. لحد ما ايه؟ نلاقي الخلف حلو كده. وحاجة تشرف. لما بقى خطيبك خد باله انه هيدفع التمن غالي مشي. لانه مش هقدر يدفعه من صحته وطقته وسلامه النفسي. في الحالة دي جري حتى لما هم قالوا له تعالى مرضيش. انا شفت كتير كده. نيجي بالخطوبتك التاني. تعالي احنا بنفسص ها. زميلك اللي في الشغل اللي اكبر منك بثمان سنين. بس واضح انك ما كنتيش لسه كبرتي ونضغتي كفاية وتسرعتي في الخطوبة من غير ما تدريسي برضو زميلك كويس. مع انك وشغالين في مكان واحد. مش هقولك المفروض تكونوا تعرفوا شخصيات بعض قوية كانت باينة لان كل واحد مننا شخصية في شغله وشخصية في بيته وشخصية مع صحابه بس هرقلك كون يفهمتي صح؟ اتخطبتله عشان تسكتي ماما اللي كانت عايزة تفرح بيك. اكيد طبعا اي امه في الدنيا عايزة تفرح ببنتها. ونفسها تطمن عليها ما حد محترم ويكون كويس ويكون طيب وحنين وياخد باله منها ويتقي ربنا فيها. بس مش معنا كده ان احنا نوافق على اي حد. عشان نرضي امنا وخلاص. وننسى ان دي حياتنا احنا هنعيشها لوحدنا يا سارة. هيتقفل علينا احنا باب واحد. كانت النتيجة انك بدل ما تريحي مامتك وتطمنيها. لأ فسختي خطبتك تاني شيلتيها الهم وزوتي زعلها وهمها يروحي قصتك فكرتني بفيلم ايه بلبل حيران. احمد حلمي قال في الاخر ايه. قالك مينفعش نقول القطرة اسرع ولا نخلق اطول. كل حاجة وليه حسبتها. انت كمان. كنت يا سارة بتحسبي غلط. طلبتي الاهتمام والتركيز. فادق التفاصيل لحد ما سبتي خطيبك لأوليني لما جالك التاني اللي بيركز وبيهتم بالتفاصيل وقاعد موروش حاجة غيرك. ما استحملتيش. قلتيني شوف بنت صغيرة بقى في عداي دي بقى تفرح بالتصرفات اللي انت بتعملها دي انت تخطبتي مرتين من غير ما تعرفي نفسك كويس ما كنتيش عارفة انت مين وعايزة ايه. طب بتحبي ايه حتى لما خدتي بريك اللي هما الاربع سنين اللي قلت عليهم برافو عليك عشان بقى تكون عائلتي ونضاقتي وما تتصرعيش تاني. واقاتي في نفس المشاكل اللي لما جالك ايات خطيبك التالت. الشخص اللي انا شايفه ايه. وصطي ما بينهم هما الاتنين. بيحب يدي كل حاجة في وقتها. كل حاجة لها وقت مناسب. بيهتم بتنظيم وقته وحياته رجعتي معا نفس شخصيتك الاول اني فكرها. لما تخطبتي وانتي عندك 19 سنة. طيش وتهور وتصرفات مراقين ما تزعيش من كلامي. انتي طلبت نصيحة. بس انتي فعلا محتاجة نصيحة بجد. ما فيهاش مجاملات. واضح انه لسه بيحبك يسار ومتمسك بيك بس بيديك درس بيقرس ويدنك كده فرصة اخيرة. عشان ما تعمليش كده تاني لو ما كانش بيحبك وكان عايز يسيبك كان قانلك دبلتك اهي كل واحد فينا يروح لحاله. زي ما عمل خطيبك الاولاني ودي حاجة ايجابية وفرصة اخيرة. لازم تستغليها كويس قوي. ما تبلغيش في محاولة انك تكلميه وتوصلي لي عشان تصلحيه. قدم ما تهتمي. يعني عملي كده بس فهمي قدم ما تهتمي انت تعودي مع نفسك برضو وتعيدي ترتيب اوراقك بكل عقل وامانة مع نفسك شوفي انت وصلت لكده ازاي ازاي تعالجي نفسك في التصرفات وطريقة التفكير دي لما توصل لي له اتأسفي ولي له ما كانش قصدي وما كانش ينفع ان انا عمل كده ان انا اتجسس عليك وانت فاكر ان انا بعد كده هاجري واراك واتجسس عليك ويه ويه لأ كل واحد لي مساحته كل واحد لي حريته مش كلامه خلاص ده بجد. سمعتي معانا كلام دوكتر كريم في الفقرة اللي فاتت وسمعتي الكلامي دلوقتي يا رب تلاقيه في كلامنا اللي يساعدك انك تحلي مشكلتك لانه مش هينفع كده يا سارة بتو عليش تقولي ايه عارفة انا لقيتلك شماعة عم ملف نص كلامك اصل اللي بيت تريع على حاجة بيلاقيها اصل انا عشان عملت كده حصل فيها كده وفيش حاجة غلط منك خلاص معقولة انا هقولك الحقيقة واقولك الحقيقة عشان انت عايزة نصيحة بجد وبما يرضي الله سارة بتحبيه كل حاجة بس من الحب ما قتل حبي بعقل اشغلي وقتك بحاجة اعملي حاجة مفيدة يكون لك وقت مع بعض تعرفي امتى تبعتيله امتى ما تبعتيله شان هو مشغول ما تبقيش خنقة لما حد بيخنوقك بتزهقي منه فتكريك كلمتين دول كويس هستنى منك رسالة جديدة وليلي عملتي فيها ايه بجد عايزة عارف واستنى من كل تفرجوا علينا انا مش اسأل غير سؤال واحد بس في قصتنا النهارد اللي اهتمين بيتطلب ولا ما بيتطلبش باي باي اللي اهتم دوستيmäß جب aver ش distribu و其實 لا نظرنا اشتركوا في القناة ق FYBO للمانا